أهلا وسهلا هوليوود بايبي هوليوود بايبي واشنطن بايبي هوليوود سام لتفسر اسمك لللجنة الحكم في أمريكا's got talent تطلب الوقت تطلب الأمر وقتا وجهدا وبالآخر وصلت له الفكرة من سام بن مرزوقة سامي بن مرزوقة إلى سامبي لماذا حولت اسمك إلى سامبي؟ لأنني كنت أريد أن أعطي اسم مرح يعني لكي الناس بيتفكروا يعني ويعني اسمي يجلب يعني الناس لي أنا الجمهور؟ الجمهور لي أنا وجلبتهم؟ وجلبت الكثير يعني كيفك أنت والجمهور؟ آه ما شاء الله الجمهور يحبني كثير ليش بيحبك أولا؟ لأنني إنسان مرح لأنني إنسان أحب المرح وأنني إنسان كل مرة فرحان والجمهور يحب أن يرى إنسان فرحان في المنسبة من أين أنت في الجزائر؟ أنا من عنابة شمال شرق الجزائر قريب من تونس هل تأثرت بتلك الثقافة العنابية؟ نعم هناك لقطة في الشطحة اللقطة الأولى في نيويورك شطح هي رقصة رقصة يعني شطحة هي الرقصة الأولى الذي بدأت بها في نيويورك هي من عنابة مزيج من الأمريكي والجزائري نعم مزيج من الأمريكي والجزائري بالطبع أنتو شعن تكون رقصة عنابة؟ يمكن أن تكون الشاوي؟ نعم لدينا الشاوي والراي والعربي أيضا طيب وقبل الرقص لازم تأكل نعم ويأكل كثير شربة طعام البوراك كله جميل وحي طعام بالجزائري هو الكوسكوس بالمغرب الكوسكوس بالمغرب نعم نتعلم كل ثقافة المغرب المغرب ما شاء الله واش تشوف الفن ديالك بيحبوا الجزائريين كما يحبوه الأمريكيون يعني شفنا أنه الأمريكيون شعلوها بنيويورك نعم برأيك الجزائريون ممكن يحبوا الفن ديالك نعم مثل الأمريكيين؟ نعم نعم بالأكيد أنهم يحبوا الرقص بديالي لأنه هناك مثل ما قلت في الماضي هناك رقصات شطحات شطحات من العنابي ولا من الجزائر يعني وهناك القليل من القنون يعني يعني ولكي يعني تقوم بتعطي المرحل لأنه يكون قليل من القنون يعني جيد يعني حلو برأيك أنني متحررون كفاية لتقبل هذا النوع من الفن؟ نعم نعم يعني يتقبلوا فن لأنه فن يعني جديد يعني وهو رتم أعطي رقصات جديدة يعني 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 بتاعي بتاع سام بي يعني أنت قلت في الكواليس في نيويورك أن الأمر يتطلب فري سبيرت نعم وتصعد على المسرح نعم كيف بتعرف عن الفري سبيرت؟ بعرف عليه أنه لازم يكون مخك فارغ فكرك حر يعني فكرك حر ليس هناك مشاكل يعني يعني كل شي حلو وجميل يعني وأنت في مكان جميل يعني أنت في مكان مرح فرحان يعني وتأخذ راحتك وتأخذ راحتك يعني لأنك في مكان يطلب منك أن تكون فرحان وإذا فرحان تقوم بالعمل جيد وعذرني على هذا السؤال بس هذا الأمر صار طبيعي بهالأيام جسمك هيئتك متصالح معه نعم طلعت وهالأد كنت أنرجاتك هالأد بطاقة قوية ما عندك مشكلة مع جسمك لا ننسى لدي مشكلة مع جسمي لأنني لأنني يعني رهيف متواضع متواضع يعني رهيف يعني في النفس بتاعي ولما تكون رهيف بالنفس يعني ما كيش مشكل يعني يعني لديك جسم بالطبع هذا وجسم بالطبع الآخر يعني كل شي جميل ومارح يعني أنا هاك بنا نكون هاك حتى نباليش هاك نكفي هاك ها الحركات نحن نجيب طائلتنا جاية نوسم منها من الجزائر نعم نوسم الجزائر مثل الحركة دي أخذتها من أغنية إنجليزية يعني يعني قديمة جون ترافولتا يمكن يا جون ترافولتا يعني في فالف فيكشن يعني لما قام بها يعني طب هالشي هذا شي أخذت من يعني من في أمريكا يعني 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 رأيت القاتلين من الرقيسين يقوموا بها واخذت يعني قليلة يعني شي قليل يعني ولقطة هذه هي مكتلية من الروس الروس يقوموا يقول كوزاك دانس يعني يعني شطح الكوزاكي يعني اللي يقوم بها ويدورون يعني في مكان واحد أنا أخذت طريق اللقطة وأعطيتها في الواجهة يعني نحن يخيل إلينا للوهلة الأولى أن القصة جنون فقط إنما هي نابعة من ثقافة عالمية من ثقافة عالمية أخذت رقص بتاعي من ثقافة الجزائر من ثقافات أخرى أمريكية أو أوروبية ووضعتها وقمت بتخليط بمزاج ووضعتها في المنصب بمزيج ومزاج بمزيج ومزاج نعم أكثر حركة أخذت ساكساسك الحركة التي أخذتها هي التقليبة التقليبة يعني التقليبة هي التي قمت تحت الأرض وبعد ذلك أطلع هذه آخر حركة هذه آخر حركة هلما راح فينا نعملها وإلا بروح الصوت وبروح الميكرو خبرنا ردود فعل أعضاء اللجنة الحكم كيف كانت يعني كانت كويسة يعني حبوني في نيويورك في فيغاس حبوني في هوليوود كانت يعني شارون وهاوي قالوا يعني كانت جيد لكن بيرز قال بأنني كل مرة بعتي نفس الشيء مع أنه شارون حبت هالشيء أنه أنت بعدك محافظة على ستيل ديالك بارك الله أفك يعني 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 أنا أريد أن أعطي المضاء بتاعي يعني يعني ما توقعش يعني الشكل هذا يعني الفكرة هذه اللي كنت بالرقاسات يعني هو أعطي الفكرة وأنا كبرتها وسؤالنا الأخير لبنات ما شاء الله يعني لدي الكثير من البنات الآن في قبول بعد أمريكا سقطت قبول كبير أكثر من قبل آه نعم وحلو وصلت لأي اللي بدك تصدر نعم طيب قبل ما نختم معك على الطريقة ديالك الطريقة ديالي نعم أريد فاجأك أنا شايف البرومتور هناك أوكي أنت بدك تقول للمشاهدين أنه تواصلوا معنا عبر تويتر وفيسبوك بس على طريقة سامبي أوكي تفضل ها اقرأ لكي معنى على التويتر والفيسبوك مبسح بيلين على ساتل ديالك سام موقف وبلينك دائم معنا الختام معك من استوديو مش كتير زبطة نعم أنا رح بس ذكرك نعم بالفيسبوك بيج www.facebook.com slash اليومشو وعلى تويتر على الدارين والنقول لك وشيء الشجع ماشي الحال www.twitter.com slash اليوم إذا بدك تقول like us على الفيسبوك نعم أعطينا شيء حركة للايك أس طلع هناك وقالوا like us عبر الفيسبوك like us عبر الفيسبوك عبر الفيسبوك just like Sam B يلا الرقصة أو الشطحة للايك شكرا للايك وإلى اللقاء مشاهدينا عبر الفيسبوك